اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله يخليك الله يحفظك طيب هل أنا كنت بقوله ده صح فعلا هل احنا خلال نقول الثلاث سنوات الماضية هل احنا فعلا الدولة بتبذل جهد كبير في ضم القطاع غير الرسمي إلى الرسمي هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم القطاع غير الرسمي هو قطاع بيحتوي على مجموعة من أنشطة الاقتصادية اللي هي بتتم ويتولد عنها منتجات ودخول وعلاقات اجتماعية ومنتجات بعيدة عن الرقابة الحكومية والبيئية والاجتماعية والصحية فبالتالي بيكون مدار الاقتصاد غير الرسمي أكبر من منافعه هو بيحقق منافع على مستوى العاملين فيه ملاكه ولكن على المستوى القومي أو على مستوى المجموع الكلي لا بيحقق يعني مش هنقول خسائر ولكن ايه أعباء اجتماعية وقومية أكبر من هذه المكاسب طب معلش يا دكتور هو ايه أصلا أسباب نشأته يعني ليه ظهر في مصر وفي دول كتير الحقيقة اللي بيسموها دول النامية أو دول العالم التالت أي أن كان عايزين نقول حاجة هنقول ان الاقتصاد غير الرسمي موجود في كل دول العالم بلا استثناء كامل ولكن المشكلة في نسبة الاقتصاد غير الرسمي يعني لما نقول في دولة فيها نسبة الاقتصاد غير الرسمي 8% ودولة تانية نسبة الاقتصاد غير الرسمي 35% إحنا 35% وأمريكا هي 8% فطبعاً لما نيجي نقول طيب أسبابه إيه؟ أسبابه هو رغبة قبل ما نخش في الأسباب عرفنا الأرقام دي منين؟ هل يمكن إحصاء البنك الدولي؟ عنده إحصايات أو أحصار يعني مثلاً هنقول الدول اللي بتنتمي لمنظمة التنمية والاقتصاد أو التنمية الاقتصادية متوسط الاقتصاد غير الرسمي فيها 18% برضو إحصايات من البنك الدولي لسنة 2016 طيب لما نيجي نقول طيب إحنا فين بقى؟ لا إحنا متعديين ده لدرجة أن البنك الدولي لما بيجي يعني يطلق بعض السمات على الاقتصاد المصري بيدي سمة من السماته أنه بيغلب عليه الاقتصاد غير الرسمي بيغلب كبير يعني فوق رسمي فيه أنا أقول لحضرتك يعني لما تلاقي أن مثلاً أحد التقارير بتقول والأخيرة أن 55% من العاملين في مجموع طاقة العمل كلها 55% منهم غير مسجلين وصلت ل61% 2016 بالنسبة عالية جداً جداً فبتق مع عدم التشغيل بقى في الحكومة عشان نضغط الجهاز الحكومي فبقى التشغيل بيروح للقطاع غير الحكومي وغير الرسم كمان يعني الأسبقية للغير غير 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 يعني حتى الخطاع الخاص نسبته أضعف من القطاع غير الرسم والقطاع الخاص الرسمي بيستوعب بس اللي بيستوعب أكتر ممكن في ضوء المؤشرات دي هو القطاع غير الرسمي اللي بيستوعب عماله لأنه هو بيقدر يفرض الأجر اللي هو عايزه ما بيكونش فيه تأمينات بيعمل منتج أكثر تنافسية من المنتج اللي هو طالع من شركة أو مصنع شركة أو مصنع ينتمي إلى الاقتصاد الرسمي لماذا أزاي؟ هل عنده نفس الإمكانيات؟ لا طبعا لا هي طبعا الاقتصاد غير رسمي فيه شركات أو فيه مؤسسات أو منشآت صغيرة كلها بتمارس النشاط بدون أعباء لا ضريبة لا ضريبة ولا دأسيس معين ولا محاسبة قانونية ولا التزامات الصحية ولا بيئية فبالتالي المنتج اللي طالع منها ممكن يكون رخيص من ناحية التكلفة المحاسبية صحيح إنما مؤثر جدا من ناحية الاقتصادية طبعا ببساطة جديدة هنقارن ما بين مثلا مشروع صغير موجود في شرح 36 ومثيله فاتح مثلا في منطقة من المناطق الرقية بس عربية بتأدي نفس المنتج ولكن ناس هنا صاندوتش اللي هنا وهنا حبيع دا دابل سعر دا دابل سعر دا وهو اقتصاديا دا أرخص ولكن الأضرار الصحية اللي ممكن تترطب عليه عشان كده قلت للحضرتك في الأول إن دي بيتحقق مكاسب الأصحاب إنما على المستوى الكلي بتضر بتضر لإن ممكن دا يعني لا يمرض يدخل المستشفى يتسمم فكل الحاجات دي بتعمل تكلفة على الأسرة وعلى المجتمع أكبر طبعا 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 نرجع لأسباب وبقى معلش انا بعض حاجة عن الموضوع كنت هتخشيلي في أسباب وجود القطاع غير الرسمي فليا هي تحت علوان بسيط جدا الرغبة في تحمل أعباء قليلة جدا ومكاسب كبيرة جدا ده هو سبب واحد بس بس طاقة لغير اه طبع ايه اللي يخليك انت تمارس نشاط وانت ممكن تبقى بتمارس نفس النشاط بشكل رسمي ده بلاش او ده بتكلفة طب الشمول المالي بقى ومحاولات الأخيرة لجذب القطاع غير الرسمي هل الجذب ده لازم يكون بالتحفيز ولا بالترهم التحفيز هو مبدأ كبير كثير من الدول رفعته عشان تحول شركاتها او مؤسساتها او انشطتها الغير الرسمي الى رسمي ده كعنوان طيب الشمول المالي آلية من آليات تحويل الاقتصاد غير الرسمي الى رسمي او بيسموه دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ازاي اقول لحضرتك حضرتك لما تيجي تتحول من مجتمع غير نقدي مجتمع نقدي الى مجتمع غير نقدي يعني انا لما مثلا انا بدل حضرتك فلوس وباخد منها خدمة تمام هذه المعاملة كان ممكن تتم زمان او دل مقايدة دلوقتي بقى فيه نقد انا باخد الفلوس وبدل حضرتك الخدمة لما نيجي نقول لا انا هتاخد الخدمة بس هنسجلها عن طريق وسيط اسمه البنك البنك انا عشان اسجل فيه لازم انا كون عندي مقايد وليه حساب وليه منشأة فبالتالي هتتم نفس المعاملة ولكن بتوسيط من مؤسسة مصرفية او مؤسسة مالية وبالتالي العملية هنا بات اندر كنترول وبالتالي انا دي آلية من الايليات اللي اسحبه من الاقتصادر مش هتسحب كل الخطاع طبعا بالنسب الكبير بيجي بدور التشريع بقى يعني لو حضرك رجحت بالزام من شهر ستة او سبع اللي فات هتلاقي فيه الزام دلوقتي انه مش هتاقى ما فيش تعامل الا من خلال كريدت كارد ما فيش تعامل الا من خلال مؤسسة تكون المؤسسة دي عندها زي الماسح الضوئي فبالتالي وانت بتشتغل في ده انت بتدور على آليات للتطبيق تنفس فيها كل المعاملات الاقتصادية ولكن من خلال تسجيل فده بيعمل ايه للمؤسسة اللي هتيأخوش من الاقتصاد رسمي بعض المزايا بصليها عيوب برضو صح ولا أنا غلط لا ملهاش عيوب انا بقول لحضرتك ملهاش عيوب ليه لا بالنسبة لصاحب الشغل لو هو بيعمل النشاط النشاط ده غير رسمي وغير مشروع لا غير مشروع لا طب مهداء الاقتصاد غير الرسمي بيندرك تحته فرعين اقتصاد غير رسمي مشروع واقتصاد غير رسمي غير مشروع فلما أنا أقول لأ في بعض الدول وجنبنا وبتسمح بممارسة أنشطة ممكن نسميها بالنسبة لنا غير مشروعة أوكا تجارة المخدرات تجارة في الرقيق الأبيض والتجار بالبشر والكلام ده تمام ده بيشكل جزء كبير من اقتصادها فعلا طبعا لأنه بيعمل توظيف ولا لا وبيعمل دخول والحركة ماشية وبيعمل إدعاة في البنوك بعد فترة ولا وبيعمل عمليات غسل أموال مظبوط فبالتالي هي الاقتصاد مش طب هل ده هل السكة دي معلش ده سؤال فلسفي بحتاجة هل ده ينعش اقتصاد دولة ولا في النهاية المطاف هيدمرها هقول لحضرتك على الحاجة عارف الحضرتك اللي بياخد كابسولة عشان يفضل عايش وفيق وبتاعه وكلام ده آه هو ظهريا حل في الوش على الوش بس بيتحقق لي مدار أضرار اجتماعية قاسية جدا اقتصادية قاسية جدا في مرحلة تانية ثقافية ان خلاص الخير والشر ما بقاش يفرق الحلال والحرام ما بقاش يفرق الضابط الديني من عدمه ما بقاش يفرق بقى اللي يفرق هو اللي يفرق بيضمر دنيا المجتمع كله طيب احنا الجزء الاكبر عندنا ولا دي صعب تتعرف هل هو غير شرعي ولا شرعي في الاقتصاد الغير رسمي لا اقول لحضرتك احنا يعني دي تسئل فيها ظابط مثلا في مدار غير الشرعي في مكافحة المخدرات ده هيبقى عنده الاقتصادية السليمة الحاجة زي كده انما احنا زي ما بقول لحضرتك ان ممكن نقول ان ما يماثل تلت الاقتصاد بتاعنا شغال برا الاقتصاد الرسمي طيب هستاذن هياك هناخد تقرير سريع هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين هنشوف تقرير حلايتنا النهاردة ونرجع الهيئة نستمتع 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 فعلا بحوار استاذنا طبعا استاذ الدكتور عميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجماعة دارسوية تسعد دولة جاهدة الى دمج الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وذلك لاهمية القطاع في تحقيق معدلات مو أعلى للاقتصاد الرسمي وذلك لكونه يضم عددا كبيرا من المشروعات المنتجة والتي تستوعب الكثير من العمالة اكيد طبعا افضل ان هو يشتغل في غطاء شرعي ورسمي ان هو يبقى مغطي كل اموره القانونية ويبقى لو منشأة فيها عمال او اصحاب اعمال او اي منشأة قائمة صناعية او تجارية يبقى ورقها سليم نشاطها سليم لان النشاط الغير رسمي ده وطنع بيدر الاقتصاد اولا جودة المنتج هتتحسن للأحسن ما يبقى فيها رقابة هتبقى تحت النسو رقابيين كويسين هيبقى فيه حاجات دخل دخل الضرائب ده تبعا هيفيد البلد وهيفيد الناس كتير هو اكيد الاقتصاد الغير رسمي لو احنا قلنا وخلي رقصناه كله هيبقى دي حاجة في صالح الدولة بس بيبقى فيه نظام او سياسة متبعة كويسة تقدر تساعد الناس اللي على قدها او فتحة مشاريع صغرة تقدر تفتح وترخص ويبقى فيه مساعدات ده هيفيد الدولة اكبر افادة اولا المنتج اللي يخرج من المصانع هيكون منتج رسمي دي يقدر الدولة تحسب عليه طبعا لما يبقى المصنع مرخص وتحت مزلة الدولة حيعود بالفائدة للدولة وحيدفع ضريبة والمواطن هيكون عنده منتج رسمي بقلب قوي يشتغل به حتى يصدره يعني يقدر يصدره ما يوقفش حاجز بينه وبين الخارج موسيقى 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 دكتور أسامة عبدالصادق عميد كلية التجارة جامعة بنسويف عميد كلية دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة بنسويف السابق وحاليا عميد كلية التجارة طيب دكتور أسامة أنا دلوقتي راجل عندي مصنع صغير من اللي هما بيسمهم بتوعبير السلم دول بعمل مسامير ما بعملش أي منتجات غزائية بتضر أي حاجة يعني حاجة معدن مثلا وبأوردها المصنع آخر وكده أنا لو دخلت المنظومة الرسمية هل هتضر ولا هستفيد هقول لحضرات التوعية في الموضوع ده هي نقطة البداية السليمة من وجهة نظر هو هيبص يلاقي نفسه عايز يدخل للاقتصاد الرسمي بس خايف من الضرائب خايف من البلوكراطية خايف من الرشاو كل دي هي المؤحددات اللي بتهدد أو بتخوف المستثمر الصغير أو صاحب المصنع الصغير اللي هو مصنع بير السلم صحيح إنه يدخل في المنظومة دي فيشتغل بعيد عنه فلنقطة التوعية إنه لا أنا مش جايبك عشان أخذ منك ضرائب أنا جايبك عشان أناميك أهم من نأخذ منك ضرائب فأنا لما أخذه حطه في منطقة آمنة يبقى مش مهدد بالإغلاق صحيح بيشتغل معاه تلت عمال وماكنة لأ بعد شوية في طلب هتتعرف هعمل لك تسويق فبدل ما عندك مكنة يبقى عندك تلاتة وعندك عشرين واحد هعمل لك تخطيط ضريبي وحاول إن أنا أدي لك فترات سماح تتوافق مع طبيعة الصناعة وماد احتياجي لها هربطك في سلسلة توريد مع كثير من المشروعات يبقى بدل ما أنت كنت تفرحان أن تكسب في اليوم مثلا ألف جنيه لا إذا أنت هتكسب في اليوم خمس تلاف جنيه لأنك بقيت مؤسسة مش فرض وقيت مصنع مرخص وبالتالي لازم إحنا برضو علينا دورنا كدولة إن نرفع من كفاءة التشريعات الضريبية يعني ما يكونش الهدف من الضريبة الحصيلة الهدف من الضريبة تبقى أداة من أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية والأدوات الاقتصادية اللي نحرك بيها المجتمع واقتصادياته إلى الحاجات اللي أنا أعيسها بالشكل اللي هو ممكن من خلاله نحقق وفراط تزيد الناتج القومي أقدر أرشد السياسات الاقتصادية بشكل كبير أعرف مدى معاناة أو عدم معاناة كل قطاع من القطاعات إنما لما يكون غايب عني القطاع فأنا في الحالة اللي زادي أنا بشرع لحد مش موجود فأنا فوادي هو فوادي تاني صحيح صحيح الكلام الحاجة بتقوله ده كله يقع تحت عبائة تحفيز من قبل الدولة ده اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو تخفيز ضريبة تنظيم مين اللي المنوط بيعمل ده هل في جهاز معين للكلام ده ولا ده تابع لكل وزارة عندنا احنا بقى في مصر لحل الأزمة بشكل هل احنا محتاجين جهاز خاص للقيام بعملات التحفيز دي هو الردي فعلا الدولة من 2016 بدأت تاخد إجراءات على الأرض بشكل قوي وملموس يعني مثلا وزارة التجارة الصناعة هي الجهة المنوطة إنها أصدرت التشريع الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر محطوط فيها بند كويس قوي إن المشتريات الحكومية لابد إن تكون 80% تقريبا من مشترياتها بيجيبها من مشروعات صغيرة متوسطة فبالتالي اللي مسجل هيقدر ولي مش مسجل مش هيقدر فبالتالي لما نيجي نقول حلوة دي آه طبعا إن أي مشتريات حكومية دي بتشكل في الموازنة المستدزمات سلعية دي من نسبة جبرا جدا هو الباب الثاني في منظومة الموازنة العامة للدولة مصبوط فدي عشرات بل ممكن مئات المليارات صحيح دي بتشجع بشكل قوي جدا إن أنا فرصة راح أسجل والجامعة اللي جنبي أو المستشفى اللي جنبي أقدر أورد لها الحاجات اللي أنا عايزها صحيح وأخش في النسبة دي والنسبة مش قليلة طبعا طبعا وبالتالي هنا أنا بعمل تنافسية للمشروع الصغير المسجل الرسمي عن الشركة الكبيرة اللي هتقدر تسوق وتعمل أفاق برا مصر وجوه مصر فأنا بأخد لها شريحة كده أقول له تفضل فبقيت الجهات بقى وزارة البيئة وزارة الصحة وزارة الداخلية الوزارات دي منوطة بها بالمشاركة لإني لما لاقي أقول لحضرتك هو دلوقتي لما أنا لاقي حد مخالف وهو بيتشال البلدية بتيجو تشيله ليه محليات لإني مخالف طب هو إمتى ما يكونش مخالف لما يكون ليه سجل تجاري عنده بطاقة ضريبية عنده مكان بيمارس فيه النشاط ومرخص للقيام بهذا النشاط مش نلاقي مثلا دور الأول يتحول من سكن إلى تجاري ونبدأ نشتغل وتقنن الوضع والناس عايزة تعيش طب وده حضرتك بتعرف تنعم بالليل لأنهما شغالين تحت إنما لما تتعامل خريطة جغرافية الاقتصادية لهذه الصناعات أو هذه المشروعات نقدر إن إحنا السكني سكني والتجاري تجاري والصناعي صناعي فبالتالي نبقى إحنا كده مقتم ومتحط نمظم شوية عن هل صعب الوصول ده لأنه الموضوع على ما أعتقد يعني إنه بالذات الورش والمصانع بس أنا أقول لحضرتك حتى لو صعب هنوصل إزاي يعني هل في خطوات يجب أن قرد في خطوات بطول إما بالتحفيز أو بإن بتبقى الدولة بمؤسساتها قوية بحيث تلزم اللي عايز يمارس النشاط خارج المنظومة السليمة مش هستمع مش هيعرف ويبقى مهدد طب مثلا صنع زي رجل مش فاتح بقى ورشة ولا واخد مكان ولا حاجة رجل سباك رجل كهربائي رجل مجار ليش أغلب نسميهم على باب الله دول دول يعتبروا طبعا برضو ضمن القطاع غير الرسمي قطاع غير الرسمي بس مش معنى كده إن أنا هخليه يبقى عنده اشتراطات زي اللي بيأس الشركة بالزبط نعمل فيه ايه ده بقى أقول لحضرتك بالفعل فيه مناطق مستوطن فيها بعض الصناعات الحرافية تمام والأنتيكات برضو حتى ده أنا ممكن لو عملته بشكل متحضر في مكان معين وحاولته يخش جوه الاقتصاد هو ممكن يستفيد من ده إنت نقصك ايه خمات طب نجيب له الخمات طب إنت عايز تسوق أساعده في التسويق طب المنتج بتاعك عايز ينمو ويصدر ممكن يتعمل ده فحتى لو إحنا ببصن له على إنه مشروع متناهي الصغر فبرضو دي شريحة ممكن ندخلها عشان تاخد مازايا أكتر مش ندخلها عشان نعقبها وفي النهاية هتفيد الاقتصاد بشكل عام أكتر من ده دي نتيجة يعني بنسبة 100% إحنا منتظرين هو إيه اللي بيقسم إيه يعني الفرق بين المتوسط والصغير ومتناهي الصغر هاي هي تأزيمات مادية فقط لا قلناها قبل كده إنهم يعيارين بساطة رأس المال وعدد العمال إنت بديك كام وعدد العمال عندك كام ودي بتختلف من دولة لدولة حالة حاسب مستوى الدولة والوضع الاقتصاد اللي فيه وهل الاتجاه العالمي دلوقتي في الاقتصاد إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلاش متناهية الصغر يعني لأن دي ليف سك المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي بتحرك الاقتصاد لأن دي بتبقى صناعات مغزية بتبقى أطراف سلسلة توريد كبيرة كل مشروع كبير محتاج عشرين وثلاثين صناع حواليه صحيح فإحنا كنا مقسمين المشروعات هي مشروعات عملاقة مشروعات كبيرة متوسطة صغيرة متناهية الصغر وفي مشروعات قومية دي أعلى من دي سلسلة المشروعات دي دايرة زي الساعة اللي فيها عدة دروس حتى لو كانت دروس الصغيرة بس مهمة ومطلوبة صحيح فعجلة الاقتصاد كلها محتاجة كل الأنواع من المشروعات صغيرة متوسطة فالسهولة إن انت بتعمل فرصة عمل بتكلفة مخافضة بس هل لازم تكون مرتبطة ببعضيها شكلا ما في خطة أو فيجن أو رؤية دا كويس قوي إن النجاح ما يبقاش نجاحة شوائي يبقى نجاح مخطط أنا عارف حجم الاقتصاد الخاص بالمشروعات صغيرة متوسطة كذا وكله أو أغلبه رسمي وإعلقته بالمشروعات الكبيرة كذا وإعلقته بالمشروعات الكبرى أو المشروعات العملاقة كذا وإعلقته بالمشروعات القومية كذا والمنظومة كلها يعني المهندس يبقى واحد رايحة فين بقى المنظومة دي المهندس يبقى واحد إنما ستمائة مهندس ومحدش بيشتغل دين تبقى قضية بقى طب إحنا ماشيين في الاتجاه ده؟ أعتقد لإني لما آخر تقرير لسه طالع من عدة ساعات إن نسبة البطالة نزلت في الموصلة سبعة ونصف في المية من تلاتين سنة إنت يعني دا آخر مؤشر ممكن ليه علاقة بالكلام اللي إحنا بنقوله هل معلش سؤال فاني لأنا دايما لما برضو في بعض الدول لما بيقى فيه أزمات مالية بتتجه إلى المشاريع القومية زي الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 عملت نفس الموضوع بتتجهت إلى المشاريع القومية عشان تكتذب عمالة هل العمالة اللي تم اكتذابها مؤخرا عمالة مؤقتة ولا عمالة دائما؟ إحنا عندنا في مصر تبقى لإحصائية البنك الدولي في 2016 عشرين في المية من العاملين عمالة مؤقتة موسمية عشرين في المية عشرين في المية ودي نسبة مش كبيرة ممكن نلاقي طلبة المدارس طلبة الجامعات بيمارسوا بعض الأنشطة دي في الغالب تبقى أنشطة غير مسجلة يعني ودي برضو إحنا لو عايزين نتكلم بواقعية افرض إن أنا طالب بيصرف على نفسه في الجامعة وبيشتغل عشان يكمل تعليمه أو بيصرف على أسره هو هنا مش هيقدر يسجل نفسه فإحنا لو حصلت حاجة زي كده أو دي بقى فلسفة التشريعات لما تخش تحل مشكلة زي ده يعني أنا لو طالب بيشتغل وبيصرف على نفسه وبيتعلم أنا ممكن أقول لو في حد بشكل ده تخفض مصرفات الدراسية بتاعته الخمسين كلمات تمام؟ وبالتالي أنا بأساعده بس هنا يتسجل بقى بس يتسجل بقى يتسجل هنا فكل مش عيب بس هو يبقى مسجل على إنه موسمي والتشريعات الضربية بتسمح بوجود حاجة زي كده بس هي آليات تصميم المواد إنها تفتح للمجموعة دي حاجة بالشكل ده ولازم الناس برضو يبقى عندها الوعي الكافي إنها تتقدم وطول والله يا جماعة أنا وزق وضعي كذا والله هو لسه فيه شوية قلق نصفا إحنا ما نسيبش الناس والأصحاب المشروعات لما يشتكوا وبعد ما يشتكوا أقول طب يعلن حل المشكلة قبل ما يشتكوا ما أنت بتعمل مسوح ليه؟ يعني هو دلوقت يعني أنت عايز تعمل اقتصاد غير رسمي وتدمجه في الاقتصاد الرسمي يبقى لازم تبدأ العلاج من عندك فالعلاج هيبدأ إزاي تعمل تشخيص الأول تشخيص عن طريق المسح وده بيتم برضو يعني شو ما بيتم شو بيتم بس إحنا عايزين يبقى سريع يعني بسرعة نعمل عملية تغطية لكل المشروعات الغير رسمية ونعرف أسباب ليه غير رسمية قد نكون إحنا كأسات ذات جامعة عندنا في أدبيات الاقتصاد داخل وخارج مصر أسباب بس قد نكتشف أسباب تانية لما نعمل المشروع ديه لأسف وقتنا انتهى دكتور أسامي بس ياريت تنورنا مرة أخرى كحتى كان ونكمل حواراتنا الشيقة مع حضرتك الحقيقة يعني بنشكره شكر جزيل جدا أستاذنا الأستاذ دكتور أسامي عبدالصادق عميد كلية التجارة جامعة بنسويف وعميد معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة جامعة بنسويف السابق نشكركم عزيزي المشاهدين ونشوفكم في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس ترجمة نانسي قنقر